يمكن كمان مينا مكرم في بنسويف مبارح كان بيكلمنا عن منافسة شديدة وعن مقاعد بعينها عليها تنافس حقيقي مينا صباح الخير عليك مرة تانية ومتابعتك النهاردة لبداية الإقبال وكمان اليوم مبارح على مدار الساعات اليوم كان اي ملاحظات صباح الخير يا دينا برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في متابعة لتاني ايام جولة الاعادة لمحافظات المرحلة الاولى زي ما ذكرتي المنافسة الحقيقة كبيرة في محافظة بنسويف وده بسبب انه التنافس على كافة المقاعد المخصصة بالنظام الفردي او المخصصة للنظام الفردي لمحافظة بنسويف لان لم يحسم منها اي مقعد من المرحلة الاولى وبالتالي المنافسة كبيرة والحقيقة النهاردة احنا هنشهد ختام هذه المنافسة ليتم اعلان النتائج من بعد طبعا عملية الفرز ورفع النتائج الاولية للهيئة الوطنية للانتخابات ورصدنا بشكل عام لليوم بالامس يا دينا كان يوم منظم جدا وكان بيسير بشكل سلس وسهل حتى نهاية اليوم من التاسعة صباحا وحتى تمام التاسعة مساءا وتم غلق اللي جان في تمام التاسعة مساءا بالفعل وغلق الصناديق وادعها في الاماكن المخصصة لها استعدادا لتاني يوم النهاردة والحقيقة النهاردة كمان في تمام التاسعة صباحا بحضور المستشار المسؤول عن الاشراف طبعا على هذه اللجنة تم فتح الصناديق مرة اخرى وفتح ابواب اللي جان كمان امام المواطنين اللي بدأوا يتوافدوا فعلا من الساعات الاولى للصباح والحقيقة ده شيء ملحوظ في بني سويف ان احنا قادرين نلاحظ اقبال من الساعات الاولى للصباح يمكن زي ما قلت مبارح في بعض المواطنين اللي بيفضلوا ان هم قبل ذهابهم لأعمالهم وأشغالهم بما اننا موجودين في مركز كمان بني سويف تحديدا في وسط العاصمة بعيدا شوية عن مناطق الزراعة أو مناطق الأرياف وبالتالي في بعض العاملين اللي بيفضلوا القدوم للجان للإدلاق بأصواتهم قبل الذهاب لأعمالهم هنكون بنتابع معاك ومع كل المشاهدين على مدار الساعة خلال اليوم النهاردة التفاصيل أخرى لنهاية هذا اليوم لجولة الإعادة عودة لك يا دينا مرة تانية بشكرك يا مينا وبالتوفيق وترجع بقى بالسلامة عشان مفتقدين جولتك المرورية بارتو